تمييز العنصري بين البشر وكراهيات الآخر والتعصب كآفة تجذرت تاريخيا سببها الاختلافات العرقية والإثنية إلا أن مساعي مكافحة هذا التمييز واحدة من أبرز الجهود المفذولة حاليا على المستوى العالمي من أجل إقرار الحقوق والحريات لجميع البشر سواسية تعد ظاهرة التمييز العنصري استثناء أو تمييزا أو فصلا بين البشر قائما على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو ربما الشكل وبناء عليه توزع الحقوق لصالح مجموعة من البشر مقابل الحرمان لفئة أخرى تنص أدبيات التعايش بين البشر على أن التمييز أو الفصل العنصري يستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحرمانه من التمتع بها أو ممارستها على قدم المساوى مع باقي البشر سواء على صعيد العمل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة وفقا لما أوردته الأمم المتحدة وبرز الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة التمييز العنصري على مستوى العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس إذ يعد تذكيرا بيوم قتلت فيه شرطة شارب فيل بجنوب أفريقيا نحو سبعين شخصا شاركوا في مظاهرة سلمية ضد قوانين المرور المفروضة من قبل النظام الفصل العنصري عام 1960 وبعد هذا الحادث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامجا للأنشطة التي يتعين الاطلاع بها لمكافحة التمييز العنصري والتزمت بها الدول الأطراف من أجل إقرار الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر وعلى رأسها الحق في الحرية والتنقل والتملك وحرية الرأي والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنذ خضوع الاتفاقية للتصديق شرعت العديد من الدول في مكافحة التمييز العنصري وأقرار الحقوق والحريات بشكل متساوى بين جميع السكان ولكن دولا عدة لتزال تعاني من ممارسات تخالف هذه الاتفاقية